السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي أسهل الطرق للثراء وكثرة المال نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في البداية أدعى حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة في البداية حبيبي لازم نعرف أن الثراء وكثرة المال ليست دليل رضا من الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألها وكان النبي يدعو دائما صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيد وكان صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين صلى الله عليه وسلم لكن على العموم من أراد الثراء وكثرة المال فعليه بتلك الأسباب الأربعة ما هي الأسباب الأربعة؟ نعرف بس نصلي برضو ما فيش حاجة عن دينا بلاش صلى الله عليه وسلم أول حاجة الاستعانة بالله قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسنة دان صحيح إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله يبادى رقم واحد الاستعانة بالله لأنه لن يكون في هذا الكون أي شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن رقم اثنين استحضار النية الطيبة بأن تستعمل هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى وإكرام الفقراء واليتامة والمساكين والأرامل هذا يعينك بفضل الله بهذه النية الطيبة ربنا يرزقك برزق هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة الأخذ بالأسباب الحلال من مشاريع إلى غير ذلك إلى أعمال المم تاخذ بالأسباب ما تعدش في البيت وتقول أنا توكلت على الله وديني قاعد فيه فرق بين التوكل وبين التواكل لابد الإنسان يتوكل عن الله ويعلم أنه لابد أن يأخذ بالأسباب ويقينا من قلبه يعلم أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى رقم أربعة ودي برضو مهم جدا التبكير في طلب الرزق ما تبدأش طلب الرزق من بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العيشة ما أجمل أن تطلب الرزق من بعد شروق الشمس يعني بعد أنما تقعد كده تصلي الفجر يا حباذة لوركتين قيام ليل ثم صلاة الفجر حاضرة في المسجد ثم بعد ذلك تجلس تقرأ تقول أذكار الصباح وتقرأ الورد من الكرآن ثم تصلي صلاة الضحى فيكتب لك أجر حجة وعمرة تامة تامة كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح ثم تذهب وتتوكل على الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبتغي الرزق من عند المولى عز وجل في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح عن صخر الغامدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان النبي إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار فكان صخر هذا كان رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأصبح غنيا ثريا بفضل الله سبحانه وتعالى هذه هي الوصفات أو تلك الأسباب العظيمة لاستعان بالله لاستحضار النية الطيبة بأن تستعمل هذا المال في طاعة الله وإكرام الفقراء واليتامة والمساكين والأرامل الأخذ بالأسباب الرزق الحلال التبكير في طلب الرزق أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاخكم وأن يسد ديونكم وأن يصل لكم كل أمور الدنيا والآخرة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته